موسيقى أصعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام بكل خير وأهلا بكم لمرافقتنا في هذه الجولة الجديدة من برنامج السلطة الرابعة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار الواردة في صدارة الصحف المحلية ومن صحيفة الثورة الرسمية حيث جاء في صفحاتها الأولى اللجنة العسكرية تتسلم اليوم مبنى اليمنية من مسلحي الأحمر وتفتح طريق مأرب صنعاء السنباني يطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق والراعي يرد ليس لنا دخل فيما يحدث بسوريا لنا شأننا ولهم شأنه البرلمان يناقش اليوم الإنفلات الأمني في المحافظات وفي صحيفة الجمهورية عضو اللجنة التنظيمية للثورة عبدالهادي العزعزي سنظل في الساحات حتى بلوغ مرحلة الأمان واعتصامات مفتوحة في تعز وأبو علي الحاكم رئيس المجلس التنفيذي للحسيين للجمهورية الصراع في صعدة تذكية الدوافع الإقليمية للمذهبية بأسندوة على منظومة النزاهة محاسبة كل فاسد حتى لو كان رئيس الوزراء أما أخبار اليوم حيث احتلت بعض العناوين الصفحة الأولى ومنها نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق في واقعة مطاردة الزميل اللوزي واختطاف نجله مفوضية اللاجئين تقدم مساعدات بـ 75 ألف دولار للصرف الصحي بدار سعد صحيفة الأولى من جهتها أوردة العناوين التالية بأسندوة يعلن استعداده للألة ويدعو لمحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار جامعة صنعاء زيارة بن عمر تمت دونع الميناء الآن دعونا نلقي نظرة سريعة حول تفاصيل بعض الأخبار اللجنة العسكرية تتسلم اليوم ابن اليمنية من مسلحي الأحمر وتفتح طريق مأرب صنعاء بحسب الثورة الرسمية فإن لجنة الشعون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار باشرت عملها في حي صوفان والنهضة للمرة الثانية لاستكمال رفع وإزالة ما تبقى من المظاهر المسلحة وردم الخنادق في تأكيد جدي وواضح للخطوات والإجراءات المحددة في خطتها العامة وحرسها على استكمال مجمل مهامها وأعمالها خلال فترة زمنية محددة لخطتهم المرسومة لنزع كل أسباب التوتر واستعادة الأوضاع المستقرة وتطبيعها في مختلف جوانب الحياة وأوضحت الثورة أن أعضاء لجنة الشعون العسكرية زار مبنى طيران اليمنية في الحصبة وتحديد صباح اليوم الأحد موعدا لسلامه رسميا من مسلحي الشيخ صادق الأحمر بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد وذكرت الصحيفة على لسان الناطق الرسمي للجنة الشعون قوله إن اللجنة حددت اليوم الأحد موعدا لفتح طريق مأرب صنعاء بعد استكمال تحديد أماكن تمركز النقاط الأمنية على امتداد الطريق أبو علي الحاكم رئيس المجلس التنفيذي للحوثيين لصحيفة الجمهورية الصراع في صعدة تذكية الدوافع الإقليمية للمذهبية حيث ذكرت الجمهورية نقلا على لسان سيد أبو علي عبدالله الحاكم رئيس المجلس التنفيذي للحوثيين استعدادهم للمشاركة في الحوار الوطني الشامل مشيرا إلى أن الحوار هو شيء أساسي عضو اللجنة التنظيمية للثورة عبدالهادي العزعزي سنظل في الساحات حتى بلغ مرحلة الأمان لسنا جيش الرب في جمهورية أوغندا بل شباب ينشد الحياة النفط ومضيق باب يندب من فرض استسويات علينا في سياق متصل أفادت الجمهورية بأن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية بعشرين بندل للدخول في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عضو اللجنة التنظيمية عبدالهادي العزعزي في حوار مع الجمهورية يقول إن ملف الشهداء والجرحى والأسرى والمختطفين وقبله إعادة توحيد الجيش تحت قيادة وزير الدفاع والأجهزة الأمنية تحت وزير الداخلية هي من ستولد القناعات لدى كافة الأطراف للمشاركة في الحوار ونبذ العنف نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق في واقعة مطاردة الزميل اللوزي واختطاف نجله تحت هذا العنوان طالعنا في موقع الأخبار اليوم تفاصيل مقتضبة جاء فيها أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين واقعت مطاردة الزميل محمد اللوزي واختطاف نجله مازن ووجهت رسالتين إلى وزير الداخلية والنائب العام للمطالبة بسرعة التحقيق وكما دعت نقابة الصحفيين الجهات المعنية إلى إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة لينالوا جزاءهم الرادع وحماية الزميل اللوزي وأسرته وبحسب أخبار اليوم ونقلا عن النقابة قولها إنها تلقت بلاغا من الصحفي محمد علي اللوزي يفيد تعرض ابنه مازن 15 عاما للاختطاف لمدة خمس ساعة من الساعة السادسة مساء وحتى الـ 11 من مساء أمس الأول الجمعة من قبل مجهولين أخذوا على متن سيارة نوع سنتافي لون أسود باسندوة يعلن استعداده للمساءلة ويدعو لمحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار بحسب أخبار اليوم أيضا فقد دعا رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة الأجهزة الرقابية والمحاسبية الاطلاع بمسؤوليتها ومحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار مبديا استعداده المسؤول المساءلة إذا أساء استخدام الوظيفة العامة وأكد باسندوة استعداد حكومتي تقديم العون لمكافحة الفساد والتسهيل وتقديم كافة أوجه الدعم لمختلف الأجهزة الرقابية والمحاسبية للقيام بواجبها في مكافحة الفاسدين وذكرت الصحيفة على لسان باسندوة أثناء مخاطبته لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد قيامكم بمهامكم في محاسبة كبار الفاسدين قبل صغارهم يساعد في التسريع بخطوات مكافحة الفساد وخلق التعاطف الشعبي مع منظومة مكافحة الفساد في البلاد وتوفير البيئة المناسبة للعمل الإيجابي لخدمة مصالح الوطن والشعب أما أبرز العناوين في المواقع الإلكترونية فقد ورد في موقع التغيير نت بن عمر يلتقي منصور الحنق ويؤكد استعداده لزيارة منطقتين أرحب وبني جرموز حيث ذكر الموقع التقاء السيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عصر أمس ممثلين عن أبناء مديريات أرحب ونهم وبني جرموز برئاسة الشيخ منصور الحنق عضو مجلس النواب وحضور الشيخ عايد عصدان من أبناء نه والشيخ نصيب الجرموزي من بني جرموز وذلك للطلاع المبعوث الأممي على حقيقة الأوضاع الإنسانية في هذه المناطق وفي ختام اللقاء طالب وفد السوار برفع المعسكرات من تلك المناطق الآهلة بالسكر مشددين على ضرورة تقديم القتلى إلى العدالة وتعويض المواطنين عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء العدوان الغاشم وبحسب الموقع فقد عبر جمال بن عمر عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالوفد الثوري مبديا استعداده لزيارة مناطق أرحب ونهم وجبني جرموز في القريب العاجل في ذكرى إصابتي خلال تظاهر ضد النظام السابق بصنعاء بطل الجود اليمني علي خسرف يتأهل إلى أولمبياد لندن حيث ذكر موقع المصدر أولاين تحت هذا العنوان خبرا جاء في سياقه تأهل بطل العرب في لعبة الجود النجم اليمني علي خسرف إلى دورة الألعاب الأولمبيا القادمة في لندن محققا حلمه للمرة الثانية بعد مشاركته الأولى في أولمبياد بكين الأخيرة لكن وصوله الثاني تزامن مع الذكرى الأولى لإصابته بشضايا رصاص خلال مشاركته بتظاهرة سلمية بالعاصمة صنعاء وفي تصريحات خاصة لإيلاف أكد رئيس الاتحادين العربي واليمني للعبة الجود نعمان شاهر أن النجم علي خسرف تمكن خلال مشاركته في منافسات بطولة آسيا في أوزباكستان من التأهل إلى أولمبياد لندن كاشفا عن أن نقاط لعب الجود اليمني الثائر التي أهلته بجدارة وصلت إلى 142 نقطة مضيفا إلى رصيده 28 نقطة حيث تغلب على اللاعب التركمانستاني ليحرز المركز السابع على المستوى الآسيوي ويذكر أن بطل الجود اليمني علي خسرف أصيب في 27 إبريل 2011 بشضايا طلق ناري من قبل بلاطجة صالح وعصابته خلال مشاركته في تظاهرة سلمية مطالبة بإسقاط النظام السابق إثر انطمامه مع والده ورئيس التحدي اللعبة إلى مئات الآلاف من الثوار الشباب والرياضين بساحة التغيير في العاصمة صنعاء مأرب ريس تعز اشتباكاته بين مسلحين وقوات حماية الأمن حيث اندلعت اشتباكات مسلحة محدودة بين قوات الحماية والأمن المكلفة بإعادة الأمن والاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة تعز ومسلحين مدنيين بالقرب من مبنى المحافظة في وقت عبر فيه المنتدى القضاء عن أسفه مما وصفه بالتطاول على رئيس المحكمة التجارية من قبل متهمين صدرت بحقهم أحكام قضائية ونقل مأرب ريس عن شهود عيان قولهم ان مسلحين انتشروا عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر السبت في منطقة حوض الأشراف محاولين تحدي قرار السلطة المحلية وإدارة أمن المحافظة بإنهاء المظاهر المسلحة وعندما حاولت قواتهم من الحماية والأمن المكلفة بإعادة الأمن والاستقرار ملاحقتهم أطلقوا عليها النار مما أجبر تلك القوات على الرد على المسلحين بكل قوة وحزم مما أثار الرعب في أوساط المواطنين إلى الصحفة الخارجية ونبدأها بالعناوين الرئيسية لأهم الأخبار التي وردت حول الشأن اليمني في الصحفة الخارجية والبداية من صحيفة الوطن السعودية القاعدة تطلق صراح 73 جنديا أسرتهم خلال مواجهات مع الجيش صحيفة الاتحاد الإماراتية فيها البلد السعيد فاجأ المراقبين اليمن الجديد حصيلة تدعو للتفاؤل وفي الشرق الأوسط مصدر رسمي يمني صدور قرارات بتشكيل لجان تواصل لمؤتمر الحوار قريبا اخترنا لكم في تفاصيل الأخبار في الوطن السعودية القاعدة تطلق صراح 73 جنديا أسرتهم خلال مواجهات مع الجيش حيث ذكرت صحيفة الوطن الأخباري على لسان أحد أعضاء جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة قوله إن الجماعة أطلقت ما يقارب 70 جنديا كانت قد أسرتهم خلال المعارك التي دارت في الجيش في منطقة دوفيس التابعة لمحافظة أبيان جنوب البلاد مطلع شباط الماضي في ظروف غامضة صحيفة الاتحاد الأماراتية أشارت في عنوانها البلد السعيد فاجأ المراقبين اليمن الجديد حصيلة تدعو للتفاؤل إلى مفاجأة الرئيس اليمن الجديد عبد الربو منصور هادي للمراقبين والمحللين بحصيلة جيدة نسبيا بعد توقعاتهم المتشائمة بعدم قدرتها على إحلال التغيير المطلوب في اليمن المثقل بالمشاكل العديدة فالبلد الذي يترأسه في المرحلة الانتقالية منصور هادي وفقا لخطة نقل السلطة الخليجية يواجه سلسلة من الأخطار والتهديدات ليس أقلها تحدي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى درجة أن البعض قلل من شأن انتقال السلطة واعتبر أن السياسة ستواصل مسيرتي كما كانت في السابق دون تغيير فبعد شهرين من توليه السلطة بدى منصور هادي مرتاحا في منصبه الجديد وبدأ ما اعتبره المراقبون مسلسلة الإصلاح المتواصل والحذر في نفس الوقت لإخراج البلاد من مشاكل الحكم والسياسة والقطع مع فترة المخلوع علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن على امتداد 33 عاما من خلال المناورات وحفظ التوازنات مستخدما شبكة متجذرة من الريع السياسي ومصدر الرسمي يمني صدر قرارات بالتشكيل لجان تواصل لمؤتمر الحوار قريبا تحت هذا العنوان ذكرت صحيفة الشرق نقلا عن مصدر سياسي رفيع فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع الشرق الأوسط في لندن قوله إن قرارات في طريقها للصدور بصدد تشكيل لجان الاتصال للتهيئة والتواصل مع الأطراف المعنية بالحوار الوطني المزمع إجراؤه منتصف مايو أيار المقبل حسب هذه المصادر وصلنا وإياكم إلى نهاية جولتنا صحفيا لهذا اليوم إلى حلقة الغد نترككم في رعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة